رأيك يا كبتون أسابق لا اختيارات منطقية أنا شايفها بشكل كبير جدا معادة اختيار واحد بس يعني فيه شوية تحفظات عليه اللي هو كوكا أنا النهاردة ما تم اختيار كوكا كوكا بقاله فترة كبيرة جدا بعيدة عن اللعب وبعيدة عن المنشاط لعيب كويس ولعيب جيد في وقت من الأوقات بيبقى المدير يفني عنده قناعات بالعيب معين إنما في الأول في الآخر أنا في الفترة دي محتاج إن أنا يكون عندي نوعية اللعيبة الجاهزة بشكل كبير جدا فكنت أتمنى بإضافة يعني أنا شايف إن فيه آه كابتل حسام اختار نوعية اللعيبة وديه اختيارات اللعيبة بتاعت المنتخب إن انت دايما تجيب لعيب ما بيلعبش في مركز واحد تجيب لعيب بتقدر توظفه في أخطر من المركز إنما في الآخر دونكا بيقدر بشكل كويس جدا في معنى الزمانك عمر جابر بيقدر بشكل كويس جدا انت قلتها لا مش يسير بك يس انت قلتها أنا بكلمة واحد كانت شغال في الجهاز فني المنتخب منتخب الأولمبي أنا الآن مداري من المنتخب تمام وبختار قائمة لعيبة وأنا قلتها مبالحة وقلتها محضراتي وقلت لي رأيي صحة والله غلط الآن مثلا اختارت محمد هيني هو الأساس المنتخب مصر بكريت نتفك ولا نختلف نتفك تقريبا أو الأقرب يعني على أساس المنتخب على السكواد الكابتل حسام مختاره هو طبعا طبعا فهو مثلا شاف المحمد هيني هو الخير الأول في ناحية اليمين صح وعندي نقص في السنتر باك في المدافعين وفي نص الملعب عايز واحد ستة كمان فأنا هاخد أكرم توفيق هيلعب لي ستة وباكريت وهاخد أحمد ربضان بيك هيلعب لي سنتر باك وباكريت فبقى معايا على الورق تلاتة ينفعوا لعب باكريت ده حي ناحية الشمال عندي فتوح وحمدي تمام وعايز معهم واحد ثالث هحط مين هحط كوكا اللي ممكن ينفعك نص الملعب وممكن ينفعني خيار ثالث في اللي افتباك أنا بحاول أقرأ عشان أبقى أمين معاك بحاول أقرأ دماغ كابتن حسام حسن وبيختار قائمة للمنتخب ويوفق بالطريقة دي أنا معاك بص يا كريم أنا معاك في الاختيارات قلتلك تقريبا كلها منطقية وكلنا مش هنتفق هو لي وجهة نظر وهنحترمها وكل الناس هتفضل تدعم كابتن حسام المنتخب لحد إن شاء الله ما نوصل كاس على إنما في الآخر أما بتيجي تقيم الاختيارات دازم الاختيارات تكون منطقية يكون أنت عارف لها حسابات إن أنا عايز لعيبة في مراكز معينة في شغل معين إنما ما ينفعش تكون على حساب لعيبة بتكتهد وبتشتغل بشكل إيجابي ولعيبة مستبعدة الفترات طويلة جدا لأن أنت في الأول في الآخر بعيدا عن مركز عشان ما حدش أقول لك ماشي الناوي بعيدا عن مركز حراسة المرمى إن مركز حراسة المرمى ده ليه وضع خاص في كل أحواله في اللعبة في عدم اللعبة في الاختيار في المأجيب بيلعب ببلعبش بيلعب بصفة أسية ما بيلعبش بصفة أسية دي خناعات بيبقى أنت بمناسبة اختيارات الأربع حراسة شايفها منطقية الأربع حراسة اللي تم اختيارهم والله أنا شايفها قريبة للمنطقية بشكل كبير جدا إنما كنت بحب يعني كنت بحب إن أنا وأنا اتكلمت معاك في الموضوع ده قبل كده إن يكون حارسين كبار ومعهم حارسين صغيرين يعني الحارسين الصغيرين منهم مصطفى شبير كنت أتمنى بدل ما يكون عواد ومهدي والشناوي يبقى والشناوي معاك حد من الحارسين اللي موجودين أنت عايز عواد هيبقى عواد الموجود عايز مهدي يبقى مهدي موجود وحارس صغير كنت شين مهدي أو عواد وتحط واحد صغير بالزبط لأن إنت وإنت بتشتغل للمنتخب الأول دايما بتبص على أعلى بطولة إنت هتشتغل عليها هلت بتلعب على كاس العالم عشرين ستة وعشرين فلازم تعرف المعدلات العمرية للعيبة دي هتبقى كم سنة الجيل اللي أنا بختاره في اللي إحنا بنقول عليهم اللي إحنا الوقت بنقول عليهم صغيرين في السن هيبقى عندهم كم سنة يعني النهاردة أما نيجي نتكلم في حارس موليد 98 ولا 97 ولا 99 إحنا بنتكلم في ستة وعشرين سبعة وعشرين سنة أما أقبل ما يوصل لستة وعشرين كريم هيبقى تسعة وعشرين سنة فأنت مستني إيه أن أنت يبقى موجود معاك رصيد من الحراز في المرحلة السنية دي عشان أقدر أشتغل بيه بشكل إيجابي أو أجهزه بالزبط كده خبرات وموتشات وتجمعات وكل الأجواء اللي أنت بتعيشها في المنتخب عشان يقدر في واحد زي ما حصل في كاس عالم اللي لعبه الشيناوي 2018 بدايته كان الشيناوي بعيد عن المشهد مرة واحدة لقينا الشيناوي بيجهز عشان يشارك في كاس العالم كنت تقدر تعمل ده كنت تقدر تعمل ده وبالأخص أن التوقيت ده مناسب جدا أن أنت تقضي في الأول والآخر هي تبدو منطقية يعني ممكن نقول إيه كان ينفع وأنه حالو أننا هنتناقش بس أكيد كانت حسام هو لي وجهة نظر ورؤية وتدخلات خلي بالك وليه تدخلات مع العيبة لأن أنا متأكد طبعا أنه نحن بدأشتغل وشغلنا في المنتخبات وكريم مكان لعيب منتخبات وعارب ده كويس نحن بدأ في حالة التواصل الأجهزة الفنية في حالة التواصل قوية جدا مع العيبة اللي أنت حطت إيديك عليها أو أن أنت في اختياراتك وبتخش في أدقة التفاصيل الخاصة بالفنية والخارجية اللي هي حياته الشخصية الدنيا ماشية معها ازاي بيفكر ازاي الدنيا ماشية ازاي ففي ممكن تكون كويس إحنا ما نعرفهاش فبناء عليه إحنا بنقيم وبنقول الكلام اللي إحنا بدلوقتي وإحنا قاعدين قدام الناس في الشاشات وفي التكييف فبنقوله هم عن قربة في تدخلاتهم القريبة كجهاز فني من اللعيبة اللي تم اختيارها أكيد عندهم حاجات لمسينها تم بناء عليها اختيار لعيبة المتخدم